قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبدل المزيد من الجهود لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع الأول للجنة الوزرية للسياحة بعد عادة تشكيلها بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين حيث تم استعراض الحملة الترويجية الدولية الجديدة للسياحة المصرية والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل